أكد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني اعتزازه بمستويات الجهازية العالية التي وصل إليها الحرس الوطني والتي أظهرتها نتائج تفتيش الجهازية القتالية التي شملت كافة وحدات وكتائب الحرس وانعكست بشكل واضح في الكفاءة العالية لهذا الصرح العسكري في أدائه للواجبات الوطنية المنطة به بكل عزم وإخلاص نعم ذلك ترجمة للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو رئيس الحرس الوطني بقادة وحدات وكتائب الحرس الوطني حيث تفضل سموه بتكريم وحدات العمليات الخاصة بالمركز الأول في الجهزية القتالية للعام 2021-2022 وذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني بديوان الرئاسة في معسكر الاسخير وعلى هامش التكريم وجه الفريق أول ركن اسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة إلى مواصلة عجلة التطوير والتحديث لكافة قطاعات الحرس الوطني بما ينعكس إيجابا على تعزيز قدرات هذا الصرح العسكري ليكون عونا وسندا في حفظ مسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين بدوره رفع المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة أسمى آيات الامتنان والتقدير لسمو رئيس الحرس الوطني على توجيهاته السديدة ومتابعته الحثيثة للبرامج التدريبية للارتقاء بالقدرات القتالية والمعرفية لضباط وأفراد الحرس الوطني وأضاف أن تفتيش الجهزية القتالية يؤكد مساعي الحرس المستمرة للارتقاء بمستوى الكفاءة العسكرية من خلال الوقوف على استعدادات وحدات وكتائب الحرس التعبوية والتطويرية وخططها المستقبلية لتحقيق أعلى مستويات الانضباط العسكري والجهزية وفق استراتيجيات التدريب عالية المستوى التي ينتهجها الحرس الوطني ترجمة نانسي قنقر